محمد صلاح جاب الهدف الرابع محمد صلاح جاب الرابع المتش ده يخلص كام ايوة لازم ده طبيعي يعني ده كان لازم يحصل في كل مطشطنا اللي عبنا احنا معنا مين معنا كينيا وجزر القمر وتوجو يعني كلهم مصنفين على فكرة عالمين بعيد اوي عن منتخب مصر فروق كبيرة اوي فروق كبيرة جدا يعني منتخب مصر يعني تاريخه اكبر بكتير ده الطبيعي وده العادي وده اللي كنا مستنيينه من زمان الحقيقة حلو جون يعني لما ما نشوفش ده في الملعب طبيعي نقلق وخصوصا انه عندنا المهم عندنا الصعب يعني احنا في مشوار تصفيات مع فرق يعني مستوها بعيد مش عايز اقلل من حد بس هي مستوها فعلا بعيد اوي عن منتخب مصر فانت بتفكر بعد كده لما تظهري بالاداء ده منتخبات كبيرة مع عشان كده بقول انه لازم النهاردة تكون رسالة انه للمنتخبات الكبيرة اللي مستنيه منتخب مصر في افريقيا ان احنا يعني عندنا كتير نقدمه انه لأ ان الاداء والمساوى اللي ظهر به المنتخب المصري المباراة اللي فاتت دي مش هو ده منتخب مصر ومش هو ده منتخب مصر اللي هيخوض بطولة كاس الامة الافريقية يعني كده يعني بنتكلم على منتخبات كبيرة اوي جاية مغرب بقى وسنغال وتونس وغير انا لو في تجمع المنتخب وانا بحضر من الاول خالص لتصفيات وتواليد المسؤولية ما كان كابتن حسام هشتغل بشكل كبير انه جماعة احنا مش هدفنا التأهل احنا هدفنا من اللحظة دي التتويج بالبطولة كل خطوة بنشتغلها كل مطش بنلعبه هو خطوة تحضرنا واتجهزنا للتتويج لكن فكرة ان انا هتعامل مع مطشات كينيا وجزء القمر وتوجو على انه انا هدف التأهل لا لا خالص ومش انجاز ومش انجاز يا احمد بالنسبة لمنتخب مصر ان انت تتأهل الكاسة الامم افريقية ده طبيعي لا انا بكاميك بس على فكرة انه كمان اجهز احط اللعبة في الحالة بتاعت انتو بتلعبوا من اللحظة دي عشان لحظة التتويج ببطولة امم افريقية مش عشان مش هدفنا فكرة نحنا نحسب كم نقطة ونتأهل ولا ما نتأهلش وبعد ما نتأهل نبقى نبص على اللي بعد لا انت بتلعب من دي وان وحطت هدف كبير جدا وبتشتغل من اللحظة الاولى اين كان المنافس اللي بتواجهه اين كانت الظروف اللي انت بتواجهها على انك انت توصل لمنصة التتويج بتهالي ده الطريقة الاكتر فعالية دي الطريقة من وجهة نظري طبعا تختلف وجهات النظر وكل اراءة مقبولة